ترجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعنا ومن ورانا الأستاذة رضوة هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة واللي هنتكلم معاها النهاردة إزاي اتغير المشهد الثقافي بعد 30 يونيو إزاي كان المثقفين هم الشرارة الأولى لانطلاق الثورة وإزاي الثورة دي أفرزت العديد والعديد من الانتاج الثقافي والأدبي اللي احنا الحقيقة بنحصد فيه لحد النهاردة مساء الخير يا فاند أهلا بحضرتكم ومن ورانا كل سنة وانتوا طيبين يا رب دايما 30 يونيو ترجع على مصر وهي في تقدم وازدهار إن شاء الله إن شاء الله وكل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وكل المصريين طيبين وبخير ودايما في تقدم يا رب والحقيقة يعني أحب أعرف من حضرتك أهم إنجازات ثورة 30 يونيو على المستوى الثقافي بشكل عام بشكل شامل من وجهة نظري كانت إيه الحقيقة أن صورة 30 يونيو حطت الثقافة كأولوية وبناء الإنسان كبند رئيسي ضمن خطة الدولة ورؤية مصر 2030 إحنا شفنا من وقت 30 يونيو حتى هذه اللحظة كان فيه إنجازات كتيرة جدا فيه مجالات الهوية مجالات العدالة الثقافية مجالات بناء الإنسان دعم المواطن المصري شباب وأطفال ومرأة في المناطق الحدودية شفنا فعليات ثقافية بتروح لأماكن ما كانتش بتروح لها قبل كده بتوصل لأبعد نقطة في مصر في الحدود المصرية بقنا بنشوف قوافل ثقافية بتروح مسرحيات متواجدة في كل مكان في مصر من خلال مصرح المواجهة والتجوال من خلال المصرح المتنقل مكتبات متنقلة بتروح كل مقارئة مكتبات في الأماكن الحدودية بالزبط بقنا بنشوف حاجات ما كانتش موجودة قبل كده بقنا بنشوف سيدات عندهم 70 سنة بيحضروا معنا عروض مسرحية وبيشوفوا فنانين وبيحصل لهم حالة من البهجة والإنبهار والسعادة إنهم أول مرة يحضروا عرض مسرحي بشكل حي بنشوف أطفال موجود معهم الكتاب بشكل رئيسي وجبة ثقافية متنوعة بتوصل لهم لغاية عندهم معارض كتاب في كل مصر بقنا بنشوف ترجمات لكل لغات العالم ترجمات عكسية كمان كل ده اهتمام وتوجهات من الخيادة السياسية الرئيس السيسي دايما كان بيوجه إن بناء الإنسان هو أهم خطط الدولة المصرية